كتير مننا بيحمل مسؤولية مشاكل كتير في حياته على أهله أو ظروف نشأته أحياناً ساعات كلنا نقول كده لو كانوا أهلي بس عملوا كذا لو كانوا علموني في المدرسة الفلانية لو كانوا أي حاجة أي سيناريو تعبني وأنا كبير بفتكر ساعات إنه لو كان بس حصل وأنا صغير كنت ارتحت دي طبيعي وبصراحة هي حقيقة التربية في سن صغير بتوفر على الشخص وعلى المجتمع كله مصاعب كتير جداً في مشوار الشخص بعد كده يعني تقدر تقول إن التربية كده حاجة ممكن تمهد لك الطريق تسهله وتأثره يعني لو أهلك علموك قوي 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 للتزام هتطلع شخص ملتزم وتأثر على نفسك مشاكل رهيبة بتحصل لك بسبب عدم الالتزام مثلاً لو أهلك علموك إنك تعتمد على نفسك فهتوفر على نفسك مشوار طويل من إنك تفضل تتعلم من الأول لكن خلوا بلكم بس معي من ما بعد كلمة لكن أول ما الواحد فينا بيعدي سن 21 سنة التلكيكة دي تبقى أوت يعني إحي ممكن نتلكك بأهلينا لحد ما نبقى 18-19 نعدي الواحد وعشرين اللي بيسموه يعني في القانون سن الرشد فإنت يا صديقي مسؤول تماماً عن كل حاجة بتعملها وكل حاجة بتحصل لك فعش أقول أصله ما قالوليش وأصله ما علمونيش كل اختياراتك وقراراتك ده بحسب القانون وبصراحة حتى علم النفس يعود يقول كده إنه لو عندك مشاكل في التربية مثلاً أنا أسفة يعني مش إن إحنا ما تربناش كويس لا سمح الله لكن لو عندنا مشاكل مثلاً إنه كانوا زمان بيتريعوا علي ونا صغير عارفين حاجات دي؟ آه آه هوا كلنا كانوا بيتريعوا علينا ولا يا فالنوع ده من الحاجات بتفضل سايب علامات فعلم النفس كده بيقول آه ينفع أنا من سن واحد وعشرين سنة أبتدي حاجة اسمها رحلة التعافي أخفف نفسي بنفسي حش خلص بقى مشا نقعد وقفين عندها كتير سيب الحدة دي بقى وتعالوا أحكيلكو على إنه بيفضل جوانا طول الوقت الإحتياج بتاعه إن أنا برضو عايز حد كبير محتاج حد كده أتسند عليه أسأله أرجع له أحس إن أنا ماشي صح ولا ماشي غلط وإحنا مجتمعنا من زمان جداً بيثمن فكرة القدوة المثل الأعلى بالمناسبة صح؟ ممكن تقولولي أي حد يقولي مين مثل الأعلى؟ مين مثل الأعلى؟ بيج رومي بيج رومي؟ استموا إلا فيها عضلات، تمام؟ قوليلي مامتك؟ مامتك؟ دي حاجة حلوة فان ديزل فان ديزل؟ ما معنا؟ عربيات؟ عربيات، مش تمثيل طيب، أوكي؟ والدي والدك؟ دي حلوة عمر ديال أوسطك حلو، صح؟ كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو، حلوة فكل واحد فينا لي مثل أعلى وبالمناسبة فكرة المثل الأعلى لطيفة وحلوة وما فيهاش أي مشاكل إن يبقى عندنا مثل أعلى بس اللي أنا بتكلمكو عنه النهاردة حاجة تانية اسمها الكبير الكبير غير المثل الأعلى المثل الأعلى ده واحد بعيد كده معرفوش يمكن عمري ما هقابله في حياتي لكن بحبه ومشواره عجبني بيلهمني فحاجة معينة اللي بيحب فان ديزل ممكن ما يبقاش عايز يعمل زي فان ديزل في الدراسة ومش عايز يعمل زيه في حاجات تانية صح؟ يعني ممكن أحبه في الحتة دي فالمثل الأعلى حلو وحاجة لطيفة ومجتمعنا طول وقت يعد يعلمنا ويغلي عندنا الحتة دي بس خليني كمان أسألك وأقولك مين كبيرك؟ مين اللي لما بتغلط بترجع له تقول له أنا غلط فأعمل ايه؟ ودايما يقولوا كده الكبير عشان تعرف تميزه كده أنا فيه عيلة بنتويلد فيها وفيه عيلة بنختارها ففيحنا لما بنكبر كده ويبقى لنا فاهمين موضوع أنا لياه كبير يعني فأقول أنا في الشغل كبيري فلان فأنا لما حس إن أنا محتار ومش عارف أعمل ايه فبروح أسأل فلان لازم يبقى حد أعرف أوصله فاهمين قصدي فاهمين الفرق؟ واحد من طرق لحل الأزمات وحتى في الكتب بيقولوا كده إحنا ساعات لما يحصلنا مشكلة بنقعد نعيد اختراع العجلة لكن بيقولوا ببساطة كده إنه تمانين في المياه من حال مشكلة بسيط قوي في حد قبلك وقع في نفس المشكلة روح اسأله ولو إنت ما بتعرفش بقى فيه في دايرة الناس اللي حواليك ناس تروح تسألهم فأنت هتفضل تتعب زيادة وتعطل نفسك لأنك بس ملكش كبير واللي مالوش كبير في ثقافتنا دي كلمة مش حلوة صح؟ لما حد نقوله دي مالوش كبير دي حاجة سلبية جدا فعشان كده الفترة الأخيرة إحنا بعض الأغاني والمسلسلات صرابت لنا مفاهيم خلتنا نبطل نصدق في موضوع كبير المعلم يعني مش زي ما ينكنوا في المسلسلات يورونا المعلم ده شخصية طول وقت حلوة وراجل أزيز وبنحبه وبيرجعوله وبيسألوه معلم الشغلانة معلم في الحتة دي بالمناسبة المعلم أو المعلم الاتنين تقريبا نفس المعنى دي بالبلدي كده والمعلم يعني بيعلمني برضو ليه بقى الأغاني بوزط لنا الفكرة دي لأنه فضل يقولولنا إيه ما فيش صاحب يتصاحب وعمي دراعي لا مش عمي دراعي صاحب يقرشي عمي قرشي وصاحب يدراعي ده اللي تتنعنات والعمرين فحسينا أنه ما فيش حد ينفع السند عليه وتسابنا كده الواحدين المهم المعلم بفتح الميم أو المعلم بضم الميم الاتنين فكرة حلوة قوي فكرة إيجابية وقوتها في أن لها سند علمي حقيقي المنتر أو القائد هو ده المعلم بتاعنا بالمصر برة كده الأجانب بيسموه المنتر ليك منتر تبقى راجل جامد يعني ليك حد كبير بترجع له وعشان بس أكد لك على المعلومة دي هقول لك على واقعتين لو ملكش مرشد أو معلم أو شخص كبير ترجع له هحصل لك إيه؟ في قصة شهيرة أنه في مرة من المرات عارفين طبعا مارادونا صح؟ الفيفا شك في مارادونا بسبب مرة كده كان بيحتفل احتفال جنوني يعني جاب جون فاحتفل بطريقة بزيادة قوي فالفيفا شكت أنه هو مش طبيعي وابتدوا يعملوله تحاليل واكتشفوا أنه بياخد منشطات بس عشان رد فعله الاحتفالي كان زيادة عن اللزوم بعد الواقعة دي كل الناس اتكلمت أنه مارادونا ما كانش ليه حد أبداً يرجع له يقوله يعمل إيه؟ اللعيبة الكبار بيبقى ليهم قادة يقولولهم حتى لما تجيب جون وتفرح تفرح إزاي وإزاي تبقى في وسط السياق المزبوط فيه وقعة تانية شهيرة جداً حصلت لرونالديليو واحد من النجوم العالميين في كرة القدم ولقانه طبعاً النجوم بيبقوا متعاقدين على عقود إعلانات فكان لي عقد إعلانات مع واحدة من شركات المياه الغازية بحوالي 3-4 مليون دولار غلط غلطة واحدة ما سألش وطلع في مؤتمر صحفي وكان قدامه إزازة لوحدة من المنتجات المنافسة للشركة اللي هو متعاقد معاه بس كده غلطة كلفته 3-4 مليون دولار وشبهها كتير قوي إحنا كل يوم بنسمع عن مطرب بنحبه بس بيقول تصريح مش صح أو حاجة مش محسوبة شخص موهوب جداً يضيع كرير بتاعه أو مصار حياته كله بسبب أنه ما سمعش نصيحة سوق العمل بقى كل يوم بيتغير كل يوم في حاجة جديدة وحضرتك وحضرتك وكلنا أكيد في ناس سبقونا وفي ناس أشطر مننا المعلم الكبير بيعمل شوية حاجات أولاً بيأثر لك السكة وبيوفر لك وقت وبيحميك من مشاكل وأحياناً بيساعدك لما بتحصل المشاكل في واحد من الحوارات اللي برضو كانت ملهمة وبتكلم عن أهمية أنه يبقى لي كبير أو قائد كريستيانو رونالدو في حوار لي الموزيع كان بيسأله بيقوله مش خايف على ابنك من أنك عايش حياة مرفهة جداً فابنك ممكن يفسد يعني من الحياة المرفهة دي قالوهم مش خايف على ابني لأن ابني متعلم تعليم كويس واللي مالوش كبير علمونا زمان يعمل إيه نشتري له كبير واللي مالوش كبير فخطر حقيقي كبير ترجمة نانسي قنقر